نعرف بالتمثيل الوسيطي X يساوي ناقص 5 زائد 3T Y يساوي 1 زائد 2T و Z يساوي ناقص 2T حيث T عدد حقيقي السؤال الأول يطلب مننا تعيين تمثيل وسيطي للمستقيم AB لدينا الشعاع AB شعاع توجيه للمستقيم AB حيث مركبات شعاع AB هي XB ناقص XA YB ناقص YA و ZB ناقص ZA نعود إحداتيات النقطتين AB نجد مركبات الشعاع AB هي 2 3 2 وبالتالي التمثيل الوسيطي للمستقيم AB يكون من الشكل X يساوي 2T زائد XA Y يساوي 3T زائد YA Z يساوي 2T زائد ZA حيث T وسيط حقيقي وبتعويض إحداتيات النقطة A نجد X يساوي 2T زائد 8 Y يساوي 3T Z يساوي 2T زائد 8 حيث T وسيط حقيقي السؤال الثاني ويطلب مننا أن نبين أن المستقيمين D و AB غير متوازيين تذكر عزيزي الطالب أن المستقيمين D و AB غير متوازيين يعني أن شعاع توجيه المستقيم D و شعاع توجيه المستقيم AB غير مرتبطين خطياً نذكر بالتمثيل الوسيطي لكل من D و AB و شعاع AB لدينا الشعاع U دول مركبات 3 2-2 شعاع توجيه للمستقيم D المستقيمان D و AB غير متوازيين يعني أن الشعاعين U و AB غير مرتبطين خطياً لدينا 3 على 2 لا يساوي 2 على 3 ومنه الشعاع U و AB غير مرتبطين خطياً لأنه لا يوجد عدد حقيقي K بحيث الشعاع AB يساوي K في الشعاع U إذن المستقيمان D و AB غير متوازيين ثالثاً ليكن P المستوي الموازي للمستقيم D والذي يشمل المستقيم AB السؤال ألف يطلب منا إيجاد شعاع نظيمي للمستوي P ليكن أن الشعاع دول مركبات A, B و C شعاعاً نظيمياً للمستوي P تذكر عزيزي الطالب يكون أن شعاعاً نظيمياً للمستوي P إذا وفقت إذا كان عمودي على شعاعين غير مرتبطين خطياً من هذا المستوي لدينا U شعاع توجيه للمستقيم D ومع العلم أن المستقيم D يوازي المستوي P إذن يوجد شعاع من المستوي P يكون مساوي لشعاع U ومع العلم أن الشعاعان AB و U غير مرتبطين خطياً حسب ما سبق إذن يكون أن شعاع نظيمي للمستوي P إذا وفقت إذا كان عمودي على كل من الشعاع U والشعاع AB أي الجداء السلمي للشعاعين AN و U يساوي 0 وأيضاً الجداء السلمي للشعاعين AN و AB يساوي 0 نذكر بمركبات كل من U و AB إذن الجملة تصبح 3A زائد 2B ناقص 2C يساوي 0 و 2A زائد 3B زائد 2C يساوي 0 وبالجمع طرف لطرف نجد 5A زائد 5B يساوي 0 ومنه B يساوي ناقص A نعود في المعادلة 1 فنجد 3A ناقص 2A ناقص 2C يساوي 0 ومنه A ناقص 2C يساوي 0 أي C يساوي 1 على 2A وجدنا B يساوي ناقص A و C يساوي 1 على 2A وبالتالي تكون مركبات الشعاع AN من الشكل A ناقص A A على 2 وبأخذ A يساوي 2 مثلا نجد B يساوي ناقص 2 و C يساوي 1 ومنه الشعاع AN 2 ناقص 2 1 وكل شعاع يكون مرتبط خطيا مع شعاع AN يكون أيضا هو شعاع نظيمي للمستوي B بشرط أن لا يكون الشعاع معدوم السؤال B ويطلب منا كتابة معادلة للمستوي B نذكر بمركبات الشعاع AN 2 ناقص 2 1 شعاع نظيمي للمستوي B وبالتالي تكون معادلة المستوي B من الشكل 2X ناقص 2Y زائد 1 في Z أي زائد Z زائد D يساوي 0 لدينا A تنتمي إلى المستوي B وبالتالي نعود إحداثيات النقطة A في المعادلة نجد 2 في 8 ناقص 2 في 0 زائد 8 زائد D يساوي 0 أي D يساوي ناقص 24 وبالتالي معادلة المستوي B هي 2X ناقص 2Y زائد Z ناقص 24 يساوي 0 جيم M نقطة كيفية من المستقيم D نبين أن المسافة بين النقطة A والمستوي B مستقلة عن اختيار النقطة A كما هو موضح في الشكل أي نبين أنه كلما تغيرت النقطة A على المستقيم D تبقى المسافة بين النقطة A والمستوي B تابتة نذكر بالتمثيل الوسيطي للمستقيم D بما أن A نقطة من المستقيم D فإن إحداثيات A تكون من الشكل ناقص 5 زائد 3T 1 زائد 2T ناقص 2T حيث T عدد حقيقي لدينا المسافة بين النقطة A والمستوي B تساوي القيمة المطلقة ل 2XM ناقص 2YM زائد ZM ناقص 24 على جدر 4 زائد 4 زائد 1 وتساوي 2 في ناقص 5 زائد 3T ناقص 2 في 1 زائد 2T ناقص 2T ناقص 24 على جدر 9 وتساوي القيمة المطلقة ل ناقص 10 زائد 6T ناقص 2 ناقص 4T ناقص 2T ناقص 24 على 3 وتساوي 36 على 3 وتساوي 12 لاحظ أن المسافة مستقلة عن العدد الحقيقي T وبالتالي المسافة بين النقطة A والمستوي B تكون ثابتة أي مستقلة عن اختيار النقطة A على المستقيم D رابعاً ويطلب مننا تعيين تمثيل وسيطي للمستقيم الناتج من تقاطع المستويين P و X و Y نذكر أن معادلة المستوي X و Y هي Z يساوي 0 وبالتالي يكون المستقيم الناتج من تقاطع المستويين P و X و Y معرف بالجملة 2X ناقص 2Y زائد Z ناقص 24 يساوي 0 و Z يساوي 0 نعود Z في المعادلة 1 نجد 2X ناقص 2Y ناقص 24 يساوي 0 و X يساوي Y زائد 12 بوضع Y يساوي T نجد X يساوي T زائد 12 Y يساوي T و Z يساوي 0 حيث T و C حقيقي وهكذا أعزائي الطلبة نأتي إلى نهاية هذه الحلقة إلى أن نلتقي في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر